أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن شبابهم ثروة المجتمعات وأساس التنمية والرقي في الأمم مضيفا سموه أن الدول تنهض وتستمر في بنيانها وعمرانها بفضل التقاط الشبابية والقدرات الإبداعية التي يمتلكونها مشيرا سموه إلى أن الاستثمار في الشباب هو الطريق الصحيح نحو استمرار ديمومة التنمية الشاملة في جميع الشعوب جاء ذلك بمناسبة افتتاح مؤتمر الشباب الدولي الذي انطلقت فعالياته تعته رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة هذا العام تحت شعار النجاح قبل الثلاثين بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين بالصخير والذي يشارك فيه ألف وستمائة شاب وشابة من اثنتين وثلاثين دولة من مختلف دول العالم وأعرب سموه عن تقديره واعتزازه بما حققته مملكة البحرين بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من نقلات نوعية في الحركة الشبابية مضيفا سموه أن جلالته أيده الله دعا في المشروع الإصلاحي للاهتمام بالشباب البحريني واعتبره مكونا مهما في مجتمعنا البحريني الواحد وأحد الركائز الأساسية لاستمرار بناء ونهضة بحريننا الغالية وأشار سمو الشيخ خالد إلى أن الدورة الذي ألعبه سمو الشيخ ناصر في ترجمة رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى كان له الفضل في دعم وتطوير الشباب البحريني وأشاد سموه بالكلمة التي ألقاها سمو الشيخ ناصر في حفل افتتاح المؤتمر وما تضمنته من رسائل للشباب تهدف للتحلي بالعزيمة والإصرار لصناعة النجاح وفيما رحب سمو الشيخ خالد بالمشاركين والمتحدثين في هذا المؤتمر وجه سموه الشكرى والتقدير لوزارة شؤون الشباب والرياضة على الجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيمها للفعاليات والمؤتمرات الهادفة بما ينعكس على رفع كفاءة الشباب وقدراتهم وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة متمنيا سموه كل النجاح والتوفيق لجميع المشاركين في هذا المؤتمر ترجمة نانسي قنقر